اشتركوا في القناة لألعاب القوى بمناسبة فوزهم بلقب البطولة الآسيوية الثالثة والعشرين لألعاب القوى للرجال والسيدان والتي أقيمت منافساتها في شهر إبريل الماضي في الدوحة بعد أن تصدر المنتخب الترتيب العام بعدد الميداليات التي أحرزها خلال المنافسات والتي بلغت 22 ميدالية منها 11 ميدالية ذهبية و7 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية وقد عرب جلالة الملك المفدة عن شكره لأبطال البحرين وهناهم على هذا الإنجاز المشرف وما قدموه من أداء متميز وما أبدوه من حرص لتحقيق النتائج المشرفة خلال المنافسات مؤكدا أن الاتحادات الرياضية في البحرين حققت نجاحا كبيرا وما شهدناه في عام الذهب كان مبعثا للفخر والاعتزاز مؤكدا أن ما تم إنجازه يعكس طموح شباب البحرين وحافزا لهم جميعا لتحقيق المزيد من النجاحات في كافة المجالات ومبعثا لهم لخدمة وطنهم وحرصهم الدائم على تشريفه في كل المجالات معربا جلالته أيده الله عن تطلعه لتحقيق المزيد من هذه الإنجازات في المحافل الدولية والإقليمية وأشهد جلالته بالجهود الموفقة التي يبدلها سمو شيخ ناصر بن حمد آل خليفة في دعم المسيرة الرياضية وتهيات أفضل السبل والإمكانيات أمام شباب البحرين لتحقيق النتائج المميزة لرفع اسم مملكة البحرين في جميع المحافل الرياضية كما أثناء رعاه الله بالمتابعة المستمرة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وجهود سموه الهادفة لخدمة الرياضة البحرينية وإعلاء شأن المملكة في كافة المحافل الرياضية وإطلاق المبادرات الداعمة للقطاع الشبابي في البلاد وأثناء جلالة الملك رعاه الله على جهود رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وأعضاء الاتحاد وجميع اللاعبين على ما حققوهم من نتائج مشرفة في مختلف المسابقات والبطولات مؤكدا جلالته دعمه واهتمامه للشباب والرياضة ومتمنيا لكافة المنتخبات والفرق الرياضية البحرينية دوام التوفيق والتقدم في مشاركاتهم المستقبلية وقد عرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية عن فخره واعتزازه باستقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأفراد المنتخب الوطني لألعاب القوى مؤكدا سموه أن هذا الاستقبال يعكس اللفتة الأبوية الكريمة من لدن جلالته أيده الله بأبنائه الشباب وما يوليه جلالته من حرص دائم على رعايتهم ودعمهم في المجال الرياضي والذي كان له الفضل الأكبر في إحراز مملكة البحرين للإنجازات الرياضية في مختلف المشاركات والمطولات القارية والدولية وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إن استقبال سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لأبنائه الرياضيين الذين حققوا نتائج إيجابية أسهمت في تصدر المنتخب الترتيب العام يؤكد دائما الاهتمام البالغ من لدن جلالته حفظه الله للنهوض بالقطاع الرياضي والسعي نحو تهيئة الأجواء المثالية للرياضيين وأضاف سموه أن الاستقبال الملكي هو النجاح الكبير الذي يتوج الجهود وهو الذي يدفعنا لمضاعفة العمل بهدف ترجمة توجيهات العاهل المفدى حفظه الله ورعاه لاستمرار العملية التنموية الشاملة في قطاع الشباب والرياضة والذي يسهم في رفع مستوى الألعاب الرياضية المختلفة من خلال رعاية ودعم الشباب بهدف تطوير مستوياتهم وقدراتهم معاهدا سموه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على استمرارية هذه الإنجازات التي من شانها أن تعزز المكانة المرموقة التي تحتلها المملكة على الخارطة الرياضية كما أعرب أبطال المنتخب البحريني لألعاب القوى عن عميق شكرهم وبالغ تقديرهم وامتنانهم لجلالة الملك المفدى على المساند المتواصلة والدعم الكبير والتشجيع الذي يحظون به دائما من جلالته رعاه الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة